بسم الله وعلى بركة الله تبدأ فعليا وعمليا استعداداتنا للعشر تيام اللي من وجهة نظري يعني العشرة الأهم في تاريخ كتيبة النادي الأهلي اللي ان شاء الله اللي بتستعد للسفر بكرة لتونس ليه؟ لأكتر من سبب صحيح طبعا انت بتكلم عن عشر تيام هم الفاصل الزمني اللي بيفصلوا النادي الأهلي بإذن الله عن التتويج باللقب رقم 12 على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا والبطولة الرابعة من أصل خمس بطولات أو من أصل خمس نهائيات خضناهم وده رقم في حد ذاته هيكون تاريخ كبير جدا جدا للجيل ده من اللاعبين يحسب ليهم الحقيقة ويحسب لكل القائمين على المنظومة انه الأهلي يقدر يوصل لخمسة نهائي دوري أبطال على التوالي يفوز بأربعة منها لم يسبق لأي نادي على مستوى القرى بما فيه من نادي لأهلي نفسه انه حقق إنجاز زي ده عشر تيام مطلوب فيهم أعلى درجات التركيز من جمهور النادي الأهلي منتظرين أعلى درجات الدعم وده بالتأكيد ما فيش شك فيه مقدار شنكر إن أنا شايف حالة تفاؤل حالة ثقة في نجاح الأهلي إن شاء الله على مدار مشواره لكن الحقيقة خلينا أقول إنه المشوارين أو اللقائين في منتقى الصعوبة على الفرقتين زي ما هو صعب على الأهلي وكمان صعب على الترجي وعلى مدار عشر تيام دول بإذن الله اللي ممكن يكونوا الأهم أو مش ممكن هما بالتأكيد الأهم على مدار الموسم الحالي وبأكد مرة تانية إنه لعبة النادي الأهلي الجيل ده يقدر يكتب لنفسه تاريخ صعب جدا جدا إنه حد تاني يكرره وحنتابع مع حضراتكم طبعا تفاصيل الرحلة اللي هتبدأ كمان دقايق تمرينة الأهلي أو عبدة الأهلي للتمرين والتخضير والاستعداد للجولة الأولى اللي بيفصلنا عنها مجرد بس أربعة يام إن شاء الله بإذن الله معادنا يوم السبت الساعة عشر بتوقيتنا هنا في القاهرة في ملعب حمادي العقربي في رادس في تونس في مواجهة أولى إن شاء الله تجمع بين الأهلي والترجي والنهاردة خليني أقول لكم طبعا وطمينكم وأفرح معاكم إنه كابتن خطيب قرر أن يترقص بعثة النادي الأهلي إن شاء الله إلا هتتوجه بكرة بعد التمرين تمرين أعتقد بكرة تبقى في حدود الساعة 2 تقريبا أو ساعة 4 وبعد كده بعد التمرين هتتوجه البعثة للمطار إن شاء الله المغادرة إلى تونس كابتن محمود الخطيب زي ما قلت لكم هترقص رئيس النادي الأهلي طبعا هترقص بعثة الفريق الأول لكرت القدم المتجه إلى تونس مساء غد الأربعاء لمواجهة الترجي في الذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمحدد له السبت المقبل بملعب حمادي العقربي في رادس وحرس الكابتن محمود الخطيب على الأتمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب سبق البعثة طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة وكابتن سامير عدي المدير الإداري عشان يتأكدوا من كل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وكل تفاصيل متعلقة ببعثة النادي الأهلي الأهم رحلة من ضمن رحلات كتيرة جدا خضها النادي الأهلي الموسم ده بحثا عن الألقاب والبطولات وظل لقب دوري أبطال إفريقيا هو الأهم من كل الألقاب والبطولات اللي خضها النادي الأهلي على مدار الموسم وبإذن الله بعد البقية تأتي المشوار لسا ممتد عندنا بتوت الدوري عندنا بتوت الكاس بطولة مجهولة المعالم لكن خلينا نقول أنه تركزنا كله في العشر تيام دول مش على أي حاجة غير إن شاء الله بإذن الله قدرتنا على حسم لقب البطولة وهنتكلم مع حضراتكم حلقة النهاردة وحلقة بكرة فيها تفاصيل كتيرة جدا عن الترجي أكتر ما هي تكون عن الأهلي لكن ده ما ينفيش برضو أنه في نفس الوقت هنحرص على أن احنا نتابع استعدادات النادي الأهلي ترتيباته تفكير ميستر كولر اللي اطمئنا على قائمة النادي الأهلي كل ده هيكون معاكم على مدار ساعة ونص هي حلقة السادسة النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ في التفاصيل